مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم وصباح الخير الأحد 28 أكتوبر 2023 أهلا وسهلا بكم في السياسة اليوم بدي رحب بضيفنا لليوم العميد الياس فرحات الخبير الاستراتيجي صباح الخير عميد صباح الخير أهلا بك عميد من دون مقدمات السياسة اليوم ستكون متابعة للتطورات التي تحصل في فلسطين المحتلة في غزة وأيضا على الحدود صباحا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة دعنا نبدأ بما حصل بالأمس هذه العملية النوعية شو أسباب نجاح هذه العملية اللي كانت أنت كتبت عن هذا الأمر ولكن هناك نجاح يقول الخبراء أنه هذا تأريخ ما حصل بالأمس نبدأ شوية تاريخ العملية مؤخرا بعد الـ 2014 آخر حرب بين الحروب الأربعة أو الثلاثة بين حماس أو غزة وإسرائيل دخلت الجهاد الإسلامي على خط الاشتباك وحدها مع العدو الإسرائيلي بعد اغتيال الشهيد بها أبو العطى 2019 بعدين صار فيه عملية تانية كمان دخلت الجهاد الإسلامي لوحدها دون تدخل من حماس عملية سيف القدس كانت حماس داخلي مع الجهاد 2021 بعد منها صار فيه اغتيال الشهيد تيسير الجعبري والشهيد خلب منصور ورفاقهم كانت المعركة فقط مع الجهاد هذا الطابع مشاركة الجهاد لوحدها بيشتباك مع دولة مثل إسرائيل وبقاء حماس من دون أي طلقة جعل البعض يظنوا كأنه حماس عملي نوع من اتفاق الجنتلمان أو في وساطة أنه ما يعملوا عمليات ضد إسرائيل ولشيء اتهموها بالجنتلمان أجريد صحيح ما ردوا ولا بيحبوا يردوا لأنه حماس معروفة حماس شو هي ردوا مبارح بها الوقت هيدا كانت حماس عم تدرس الرد عم بتخطط للعملية هادي العملية مش من ساعتها هادي العملية استغرقت تخطيط طويل من ضمن التخطيط عملية استعلام واسع عن المستوطنات السبع اللي هي بغلاف غزة هاي العملية استطلاع والاستعلام بده وقت كتير يعني بمكن بعثوا واحد يشتغل هونيك بعثوا حدا بقادوا شي يريد مهم في استعلام على التفاصيل الدقيقة لأهل المستوطنات تاني شي بدك تشوف وين حشد القوة وكيف بدك تقرب القوة وسرية العمل نحن موجودين ببلد يعني هنا موجودين ببلد اسمه غزة يعني خالب منصور اتل ببيته بقذيفة عبيته بدون شي يعني معهم حددوا احداثياته ضربوا قذيفة يعني ذلك عملية بهالحجم هيدا بده يكون فيه سرية تامة نحن يبدو ايضا وكأنه القيادات العسكرية التنفيذية صارت سرية ما حدا عادي يعرفها يعني ما أنا معروفة نعم طبعا في بعض القيادات معروفة بس قيادات الميدانية ما بقت معروفة يعني محمد ضيف مثلا قائد العام ما قالوا صورة طلعوا له صوت مبارح كان فيه جهاز سرية على التحضيرات وعلى القادة العسكريين نحن لانه بس يعرفوا احد قائد العسكري ظهر من محل واجه عم محل شو عم يعمل شو عم بيسوي وبتعرف يعني بيفطردوا حماس ولازم يفطردوا حماس والجهاد انه فيه مخبرين وفيه طيارات عم بتصور لذلك اخذ التحضير لها العملية كتير والتنفيذ بدأ بعد ما عودوا حماس والجهاد غلاف غزة على رشقات صواريخ اثلال بشكل بجموعات صغيرة حتى ما يظهروا قدام اذا فيه مخبرين او اذا فيه طيران عم بتصور واخدوا مراكزون والالف والالف ومية التانين جهزوا ل تلاتمية عندما هيدخلوا على المستوطنات يلحقوهن هوله ويسندوهن انعملت صواريخ على المستوطنات نعم ردت الفعل للعسكريين المنتشرين بالمستوطنات الغلاف والمدنيين كانت فورا عادي نزول للملاجئ نعم ووصلوا على المستوطنات وعلى البيوت وما في حدا كلهم بالملاجئ نعم بحكيك شو صار هذا التخطيط هيك شو صار مبارئ ايه ضربوا قالوا لك خلق بننزل على الملاجئ نزلوا على الملاجئ تقدموا قصوا الشريط تفجروا الشريط نزلوا بمظلات نزلوا ببحر رعبوا الاسرائيلي يعني كل مظاهر رعب يعني بس الاساس هو التقدم من بري وين العالم بالملاجئ فاتوا لائنوا على الملاجئ ولا شو تضايح قتلوا وقسروا وطياد وكذا حتى المراكز العسكرية متل ما شفنا الدبابات بالباركينج حطينا ويعني فيش دبابة فيها حدا كلهم نزلوا على الملاجئ والدبابة اللي قدروا تحرك يتوقفوا ونزلونا للدبابة وأخذوه يعني كانت فضيحة للجيش الاسرائيلي بالدرجة الأولى فضيحة استخبارات عسكرية وهو هذا جهاز مرتبط برئاسة الأركان بقولوله الأمان هذا مسؤول عن تهديدات العسكرية المباشرة لإسرائيل في دول الجوار وخاصة أكثر شيء يجب أن يكون شغلوا مركز على غزة وعلى ضفة وعلى حزب الله في لبنان وعلى سوريا وعلى أردن وعلى أردن يعني مركز بنيح والمفروض يعرف بأي تحرك عسكري أو أي تشكيل عسكري أو أي ميليشية عسكرية شو قوامة شو مقلة فيه شو عنده إمكانات شو عنده أسلحة شو عنده زخائر شو نوعية التدريب شو عنده القيادة وسيطرة يعني هذه شغلتهم وجهاز كبير وطبعا كلفته كبيرة يعني هذا الجهاز عجز على أنه يرتقب هذا الوضع في غزة هذه أكبر فضيحة عم بيحكي فيها الإعلام الإسرائيلي والسياسي الإسرائيلي كلياتهم عميد اسمح لي هون أسألك سؤال عندما تسلل عناصر المقاومة الفلسطينية ما في يعني ما في كاميرات ما في رادارات ما في طائرات في كل شي كيف اخترق الفلسطينيون كل هذه أين اللي بدون يشوفون ويستثمرون بالملجأ نزلوا على الملجأ بالغصف معودون ثلاث سنين رشاءات صغيرة أربع خمسة ثلاثة أربع خمسة هون انزلوا على الملجأ ينطلون شي ربع ساعة نص ساعة يرجعوا يطلعوا هلأ ونزلوا كين ووصلوا هون الزكا بالتخطيط خلينا نحكيك من وجهة نظر العسكرية هلأ شو بدنا طبعا هون الزكا الكبير بالتخطيط انه عودتوا انه ينزل على الملجأ بعد كل ضربة بنزلوا ووصلوا لعنده على الملجأ كيف نجح كيف نجح المقاومة الفلسطينية في الحفاظ على سرية التخطيط برأيك خلينا نحكي لك هل نحكي كيف فشل الأمان في عندك أجهزة أمنية كتيرة الجهاز الأمان هو جهاز مخابرات عسكرية استعلامات عن القوة والتنظيمات العسكرية في جهاز الشباك وإلى حد ما الموساد لأن الموساد يشتغل جهاز مخابرات سياسية برأه الشباك كان قادر بغزة يحدد بيت كل واحد وحركة كل شخص واسم كل قائد واسم كل زعيم ومرجع على تاريخ الشباك وكان يعطي الإحداثيات والمعلومات للمخابرات العسكرية وللجيش يعني نرجع لأغتيال المهندس العيش لأغتيال صلاح الشحادي لأغتيال الشيخ أحمد ياسين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي إسماعيل أبو شنعب قيادات يعني سعيد صيام يعني شو بدنا يعني نسينا يعني طبعا في بعض قيادات كبيرة يا الله أحمد الجعبري في 2012 اغتيال وسبب مواجهة لمدة أسبوع يعني رجع لنا بعدين شفنا أنه بعد التخطيط وسمعنا كلامي كتير بالمواجهة الأخيرة أنه يا أخي إذا تيسير الجعبري مات ببيته خالب منصور رجع نقرع على البيت وكمان ضربوا بالبيت شو هالأمن اللي عندهم فلسطينية صار في حكي كتير يعني فلسطيني ولبناني وعربي طيب اليوم وينو هالجهاز الشباك قدر حدد من هو قائد القوة اللي اقتحمت بالأول قدر حدد من هو القائد العمليات اللي خطط قدر حدد من هو المسؤول عن القوة العسكرية الموجودة بسيديروت وبكيسوفين وبهالوناطق هذي ما قدر أعمل شي هدا جهاز الشباك ومعه والمستاد اللي بتعاون بمعلومات فأزن في فشل استخباري تاريخي يعني ما انه عادي لدولة بتتصرف مبالغ ضخمة على الاستخبارات بتكرس امكانات تقنية ضخمة جدا على الاستخبارات الحفاظ على السرية اللي ارجع لسؤالك قبل قبل خلينا نكمل نعدد الفشل الاسرائيلي بنرجع للانتصارات والسرية وكيف خطط الفلسطينيون نمشي فيهم نقطة نقطة شو أسباب هذا الفشل أهم أسباب هذا الفشل يعني اتحدثت عن الشباك وعن جهاز أمان وعن كل الأجهزة ما أدري تعرف شي نزلوا على الملجأ فاتوا المقاومين عملوا لبدون يه ما زال عم نحكي بالفشل خلينا نكفي فشل قيالة منطقة الجنوب اسرائيلية وهي انه انت موجود بقرى بغلاف غزة ناشر قوة محدودة غير قادرة على تلقي مثل هذا الهجوم أو الدفاع تانيا ناشر قوة مش عطيها تعليمات يعني كيف تتدخل وكيف تعمل صارة روتينية هلأ في شي بيسموه بالعسكر الملل والروتين هيدا السلاح مخيف يعني أهدين هناك يعني ما عم بيصير في شي ماكسيموم كم قذيفة وبيتخبوا وبيجوا على غلاف غزة المظهرين بقوصوا عليهم بيقولوا سبعة اثمانية عشرة وبفلوا هوليك وبشيعوا يعني صار عندهم وفي شي شي عندهم كمان بيقولوله بالانجليز يعني يعني بيقللوا من تقدير الحماس والجهاد انه لو مدوا نوصلوا هوليك هذا الروتين اللي عاشوا في العسكر والروتين السياسي كمان والتعامل مع سدير الروت وهيدي كلياته قدى لاسترخاء اذا بدك يعني مش يعني مش انه بمعنى فشل انه غلطوا لأ بقاطون بمحل ضعيف نعم وانهم مسترخيين وانهم وماشيين على عادتهم تطلع قذيفة بينزلوا عن ملجأ وكذا كانت البراعة الفلسطينية هون والذك يارى اللحظات هايدي والهجوم والسيطرة على المستطينة السبع بلحظة وحدة البراعة والذكاء الفلسطيني الذي اعتمد او اوجد هذه الثغرات اعتمد على الملل التعود الخوف كل هذه الامور واضحة عنصر الرعب الذي زرعه الفلسطينيون بعلم العسكر عم بحكيك عميد اديش ارعب الفلسطينيون بالامس الاسرائيليين بهذه المشاهد اللي بدأت فيها هذا في مبدأ بالعمليات الاغارات والعمليات الخاصة بيقولوله الشك الصدمة والرع هذا مين بيستعملوا اكتر شي استعملوا ابو بكر البغدادي احتل مئة الف كيلومتر امربع احتلهم 48 ساعة لانه وينما يوصل يقتل هالعالم بلش العالم تهرم عمل صدمة وعمل رع تجي لهون الفلسطيني شو عمل عمل صدمة بالوصول الى الهدف بسرعة اقل من نصص او ساعة يعني كانوا قطينها الـ 3-4 كيلومترات وسيطروا عليهم وسيطروا على السكان والله بيعلم هلأ بقوله في 750 مفقود اذا كانوا 750 مفقود اسرة معنات انحنا بمحل تاني يعني عندك مئات الاسرة صار فيه صار فيه وضع وضع شاز وغير مسبوق ووده معالجي غير يعني تقليلية ومن خارج السياق اللي كانت تصير فيه معالجات تبادل الاسرة من قبل يعني يعني سوف معاش بدك أسير مقابل أسير مقابل مطالب سياسية لأنه عندك بالمئات يعني يعني 750 مفقود بدون يكون الاسرة يعني هلأ هون بدك تشوف الروع هو الهروب انا سميته هروب كبير واكسودس صغير اكسودس اليهودي بالتوراة او العهد القديم بسفر الخروج اسمه سفر الخروج يعني اكسودس كيف طلعوا هربوا من مصر بغض النظر عن الايمان استخدمت المصطلح يعني نحن المسلمين كلهم ببعوئات القرآن والتوراة بقول نفس الشي كمان انه طلعوا من مصر هذا الاكسودس اللي له معنى كبير بدولة يهودية حصل وصور العالم عم تهرب ويطلع بالسيارات وركض الاخره يعني هذا هذا هو الراوعة هونيك الصدمة وهذا الراوعة قدش بقى تبقى هالمشاهد بارح شفت تويت لدونالد ترامب جونيور ابنه ابنه تويت كتير بليغ بيقول انه شفت فيديوات نعم عن حرب غزة اكتر ما شفت فيديوات عن اوكرانيا اوكرانيا صار لسنة ونص وحرب طاحنة وفيها باربعمائة خمسمائة الف وحرب عالمية ايه وحرب عالمية شفت فيديوات من هون اكتر طبعا فيديو الدباب الفاضي اللي راكب عليها الفلسطيني او الصغيرة اللي عم يكذر فيها بغزة والاسير اللي عم بطلعوه بالجيب وبركبه وراه الموتسيك ومربطينه وبعرف شو هادي 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 ضربة هيبة الجيش الاسرائيلي ووصول الصواريخ لاهدافه وانا اللي قاعد عم بقول بده الاسرائيلي قاعد بزهو وبمفاخرة بقول انا ببيعك لا ما ببيعك صواريخ انا عندي حسن صواريخ دفاع جوي وانا عندي شبكة هارو وعندي شبكة داود وعندي ما بعرف شو كله نهار هادي كله متل ما سنت 2006 المقاومة لبنانية حزب الله ضربوا 24 دبابي بوادي الحجير وقدى الالغاء صفق الدبابات مع الهند كان فيش 500 دبابي بتباعة توقفت انه شو بنا نشر دبابات اجوا يعني مقاتلين عاديين بميليشيا ضربوها ونحن عنا جيوش حدنا يعني ما ندافع جيوش بتصور انا اليوم يمكن هلأ ما حدا بيجرؤ يلغي صفقة كبيرة من الصواريخ لكن بقلو خدام مصاري وما تعطيني صواريخ كان الهالدرجة هلأ الاخبار اللي عم بلش تورد انه انه اسرائيل شو بدي سلاح عنده وجيش عنده ودعم عنده سياسة عنده كل شيء يمكن هلأ الامريكان او الاوروبين يخيخ دي لك 5 مليار 10 مليار ايه كرمال انه اعطيناكم مصاري ما في نعم وغيرها نعم طالما عميد ونحن يعني احنا عم نستغل وجودك عم نحكي بعلم العسكر حاليا بعد شوية من روح للامور السياسية الاخرى ولكن سلاح وعطيناكم وافضل انواع الاسلحة المتطورة ودعم لا محدود وجيش قوي هو من الاقوى في العالم انا نتحدث عن الجيش الاسرائيلي وكل هذه نقاط القوة انهزمت وشفنا مبارح انت قلت عم بيكزدروا بالدبابة او او بيجيب الاسرائيلي شو بعد ممكن يعطى لهذا الكيام ليصمد ما في شيء اللي يقولوله انخذوا مصاري حتى انه سكتون يحلوا عنهم لانه بتعرف فيه لوبيات يهودية باوربا وامريكا وكلها حاكم يخيش قادرنا بيكون خدوا مصاري مصاري بتنحل انه بيطبعوا بيبعثوا ما عندهم مشكلة يعني هذه المعادلة اللي راح نصل بس هلأ خلينا نحكي عسكريا وين صرنا اي هذه يعني الاخوة المشاهدين كرام بهمهم لنالهم كيف صارت القصة وكيف تم التخطيط وكيف فت وكيف كذا خلينا نقول هلأ شو فيه نعم مستمرار العمليات ايه هلأ شو فيه هلأ شو الوضع هلأ فيه حسب الالان الاسرائيلي 21 نقطة اشتباك حسب الالان حماس 25 نقطة اشتباك مش رح نختلف بس انه فيه نقطة اشتباك بين الجيش الاسرائيلي وبين المقاومة الاسلامية حماس في قرى غلاف غزة بعد بقى اخدوها داخل هذه القرى في مقاتلين من حركة حماس نعم وفي ايضا محتجزين رهائن ما احد عارف شو فيه مخبة بقلبه هلأ والاشتباكات لا تزال دائرة وما تسجل تقدم دراماتيكي اسرائيلي انه احتلينا او طردنا ما عم بيقدروا يسترجعوا ايه هلأ بهال الوقت هيدا شو عم يعمل الاسرائيلي عم يقصف منازل مدنيين بغزة بس لا يرفع السكور بالعدد الاتلة نعم انه راح عنا مثلا 200 350 راح بغزة 350 بس هؤكل هؤكلهم عدين ببيوتهم وماتوا عيال هذا امر معروف بس لا يرفع السكور اي لا يعدل عم يحاول انه احنا اقتل منهم وكلهم من حماس ولا حماس ولا من يهزول عميد كمان عذرا على المقاطعة هل انك تقتل مواطن امن ببيته بالطيارة تقصفه فيك تقارنه بما حصل انا وانت منقول هاك بس عم بقولوا للناس انه هذا مركز لحماس اذا قتل مليون مدني المجتمع الدولي بقول هؤلاء مليون من عناصر حماس ما عندهم مشكلة بالسياسة من جمعيات مجتمع مدني وانجيوز ما عندهمش مشكلة معهم لانه اساسا هني جزء منهم لذلك عم بقتلوا مدنيين لحتى يرفع اسكار القتلة قدام شعبهم انه والله نحن كمان مخص مش انه براح عنا قتلة راح عندهم قتلة هدي معروف هلأ الاشتباكات بـ 25 نقطة اسرائيل اعلنت بالامس انه كلف القوات الخاصة الاسرائيلية باستعادة استعادة هدي المستوطنات ما بنسمع قوات خاصة يعني عملية خاصة تختلف عن القتال التقليدي اللي صاير هلأ على 25 او 20 نقطة اشتباك بين على فكرة بهذا اعلنت حماس انه عم تقدم مساندة بالمدفعية للعناصر المقاتلين يعني شو عنات يعني عم تقصف بالمدفعية المواقع الاسرائيلية المهاجمة لمقاتلين حماس المسافة مش كبيرة 4-5 كم عندهم هواوين وعندهم مدفعية وبيقدروا يقدروا يقدروا المساندين مشان يأخروا اي عمل عسكرية لما تقول قوات خاصة قوات خاصة بتختلف يعني بيعملوا انزلات خلف خطوط اماس بمناطق تاني بيعملوا انزلات وبينزلوا وقوة وبيهجموا وبيلتفوا من محلات تانية ويفجأوا نعم يعني هادي العملية الانزال وقوات خاصة اللي بيعمل منها او بتعمل منها القيادة الاسرائيلية انها تعمل شي صدمة جديدة متل ما عملوا بحرب تشرين الثغرة بس هديك الوضع بيختلف هون هونيك هونيك الاقمار الاصطناعية وكيسنجر ونيكسون قالولون في بين الجيشين في الثغرة وفي فرقة وراء راح ندفع السادات استدرج السادات يشيل الفرقة من وراء والبقى حديث تاني هلأ اذا بدك بنحكي يعني المهم ها الوضع بيختلف يعني اذا ما قدروا عملوا شي وبقيوا الفلسطينيين لفترة طويلة بالمستوطنات بالمستوطنات معتا في انهيار كبير بإسرائيل انه شو هالجيش وشو هالمعركة هلأ مرقنا 24 ساعة بلشنا باليوم التاني كمان بيعطي بالمستقبل انه يسترجعوا اراضي جديدة الفلسطينيين وهون الخطورة كسر الهيبي هلأ ما فيك تعمل تسوية ما بدك تعمل وقف اطلاق نار يمكن مصر بتدخل بوقف اطلاق نار وقف اطلاق نار يعني علنت هزيمة اسرائيل هذا بان بكل وضوح يمكن التركي يفوت بطريقة لانه عنده علاقة كمان مع حماس ممكن ما تعرف هلأ بحد لحد الشيخ صالح العروري قال الكلمة للميدان كش مقوضات يعني ممثل حماس حماس في لبنان دكتور احمد عبد الهادي بالصباح كان معنا وقال نحن اعدينا العدة لاستمرار هذه المعارك وجهزين لك واضح واضح الكلام واضح من مجرع عمليات قبل ما اقوله الستاذ عبد الهادي وكرسوا بكلامه يعني حطما يعني كلامه محترم وكرسوا لكن احنا شايفين تخبير عسكري ما حدا بفوت في خوتي الا ما يشوف ذا داي افتر نعم انه اليوم التالي وفتلون وبعدين ما هو اهم شيء بالعمل العسكري ذا داي افتر نعم لشو بحاجة حماس حاليا او المقاومة الفلسطينية للحفاظ والتقدم يعني الحفاظ البقاء بالمستوطنات لفترة اطول لتحقيق انتصار اكبر بمعادلة الصراع ككل لشو بحاجة حركة حماس بحاجة حاليا للصمود لأطول فترة ممكنة داخل المستوطنات السبع جمعة شهر شهرين انا بقول لك توازن قوى لإسرائيل قوي كتير يعني مش انه هلا بنفس الوقت النداء اللي عمتوا قيادة حركة حماس بغزة لحركة حماس بلبنان لتدخل لمساندتهم هذا رسالة لإسرائيل اكيد انه انتبهوا في جبهة شمالية ربط النزاع اللي عمتوا حزب الله فجر اليوم انا سميتوا ربط نزاع اللي بفهم وأنون ومحامين بيعرفوا اشي انه نحن قصفنا بصواريخ ومدفعية روايسة العالم وثلاث موقع تانين اليوم هذا الخصف اللي حصر اليوم هو ربط نزاع وانزار لإسرائيل انه انتبهوا نحن موجودين هون طبعا القصف صار على اراضي تعتبر لبنانية محتلة مزارة الشبعة يختلف سياسيا عن القصف اذا صار على كريات شمون او او منطقتين يونيك بتصير سياسيا بارض اسرائيلية نحن معتبر ورستينية محتلة اذا في الاختيار حزب الله قيادة العسكرية لعملية القصف على مزارة الشبعة هو انه ارض لبنانية محتلة لا نكبر نزاع بس انتبه نحن موجودين وعنه قادرين انسان تغزي ما سربته شبكة رشاة روسيا اليوم عن انه مصر انظر اسرائيل انه اذا تفوت على غزة برا سيتدخل حزب الله من لبنان انا بعتبر هذا خيال اذا كان من خيال منيح من الخيال المصري منيح بس انه تستبعد انتي خيالات بس انه بالاخر المواطن العادي بتسأله اذا بدي يفوتوا على غزة ويدمروا ويقصموا على ثلاث اقسام واربعة اقسام ما احد عايز كت بالشمال يعني ان كان بجبه لبنانية او جبه سورية كمان ما ننسى انه في جبه سورية كمان ناطرة اي لحظة تنتخل كمان لذلك الوضع اليوم حاليا بالتلقي يجب انه راقب ما يجري في غلاف غزة مع معظم المواطنين عم يسألوا منهرب منضل حزب الله بفب المعركة اسرائيل بتهجم علينا بدك تطلع بغلاف غزة شو عم بيصير طالت معنا ما بيقدر يعمل شي الاسرائيلي ابدا وحزب الله مش مضطر قادر يفوت على يسترجع مستوطنات يعني لما بيصير فيه دخول على استرجاع المستوطنات وصيروا أحدود غزة وبيهدد وبدون يفوت وبيحقد وبيمجازر ساعتها فيه كلام تتغير المعطيات نعم عميد بدي أنا روح على فاصل بعد فاصل أنا كنت بدي أسألك عن هالموضوع عن الساحات توحد الساحات والرد على الإسرائيل وبطبع العالم العالم عاطفي جدا عميد وخصوصا بالدول العربية شكنا مبارح مبسوطين بدنا نحكي منطق وميدانا وعسكر مبارح كانوا كل الناس مبسوطين هذه المناظر التي نشوفها حتى تناقل الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدي أخذ فاصل لنعطي هذا الموضوع حقه بالطبع إذن فاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم حدث في مستوطنات غلاف غزة يمكن العاطفي تدفعنا إلى تمني يمكن أمور طالما رأينا هذه المشاهد والصور بالأمس ولكن الحديث عن وحدة الساحات عن التدخل هذه النقطة بالذات أنت تفضلت وذكرت أن حزب الله طالما الأمور هناك ماشي حالة لماذا يدخل الناس تندفع وتقول أنه بيفتحوا الجبهات الجبهة السورية جاهزة الجبهة اللبنانية جاهزة محاصرة هذا الكيان هل بهذه السهولة تصير الأمور هذا يعني مثل ما قول الواحد عم يشتري بين جايبت غير وعرف كيف ما فيك تشتري بين جايبت غيرك يعني يعني قيادة العسكرية بحزب الله والسياسية طبعا ومش دخول بمعركة مش مسألة يعني سهلة يعني غير ما يكون الوضع يحتم نعم الدخول وحفاظ على أمن لبنان تبه نعم لأنه إذا فاتوا على غزة وعملوا مخططهم بغزة جاي دور لبنان نعم لذلك إذا تدخل حزب الله سيكون تدخله مش بس لإنقاذ غزة وعمل استباقي لإنقاذ لبنان هذا القرار بأنه قرار سهل والله عاطفيا أنه يلا وحدة ساحات يبا فوتوا كلكم تجدد القصف على الحدود اللبنانية مع فلسطين مش يعني مش مش قرار سهل يعني قرار بده حساباته وقالت لك أغلب الحسابات أغلب الحسابات ما بدي أقول كلها هي شو عم بصير بقرغ غزة لذلك بدي يتجدد القصف طالع ما أنه فيه اشتباكات على بين المقاتلين حركة حماس والقوة الإسرائيلية بقراء الغلاف نعم بده يتجدد لنا الإنذارات بده يتجدد هلأ فيه شغلة تالت فيه إشي بعد مثلا ما عنا معلومات عنها ومثل شي مخبة يعني هو ضفة الغربية حد هلأ ما فيه حركة بس افترض أنه ظهر فيه تحرك بالضفة الغربية وجهوا نداء أيضا إلى يعني بسموه فلسطيني الداخل قديش ممكن كمان لا الداخل موضوع تاني كمان لد والرملة وكذا مرت الماضي عملوا مظاهرات وهاكي أنا عم بحكي عن ضفة عن ضفة يعني عندك نابل الجنين الخليل طول كرم يعني كل هذه مناطق صار فيها اشتباكات وصار فيها متفجرات ونصفيات على العدو الإسرائيلي يعني مش تهلي يعني هذه عملت مشاغلة للجيش الإسرائيلي أرغمتوا على أنه يجيب ينشر قوات لإله بالضفة الغربية طبعا استعداء الاحتياط أكيد يعني بيجيب قوات لهم بيجيب قوات صار عنده عدد كبير بس أنه بالآخر كل يوم احتياط قد يكلف اقتصاد الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي من هنا أنا عاملك أنا الأوروبيين وأمريكيين ما قالوا أنه خدوا مصاري وحلوا عنها بس خدوا مصاري وما قدرنا عملكم شي عمين مشان مشان هالإحتياط هلأ بدأك تشوف هالإزعاجات اللي بيعمل والإشغالات اللي بيعمل المقاوم الفلسطيني بالضفة الغربية مفيدة جدا بالمعركة هلأ بالتظاهرات بالداخل إلى وقتها وإلى تاريخها أنا بدي أسألك يعني هون دائما هيك بتفتح لنا يعني وجهة نظرنا بتروح لأماكن آخر طالما نتحدث عن وحدة الساحات وحدة الساحات الفلسطينية شفنا بمعركة سيف القدس ماذا حصل نتحدث عن الضفة كما ذكرت وأيضا عن الداخل لبتشغل الإسرائيلي وتخليه يهتم أيضا هون على الأقل بأحتياط بإضافة أديش مهمة وتؤثر على سير العمليات اللي عم بتصير بيغي لافغاسي مهمة كتير بس أديش القدرة عند الإخوان الفلسطينيين موجودين بالضفة الغربية كمان ما بدك تطلب منهم أن ينتحروا يعني كمان بدهم يشتغلوا شغل منظم ومرتب ما فيك تطلب واحد أنه روح أنت قاتل وأنا بقعب بتفرج على التليفزيون وبزقفلك لا الكل يقاتل انتفاضة بده يكون شيء مدروس ومضبوط والانتفاضة شبه موجودة بده يكون الكمائن العمليات العسكرية الطعن الخبريات كل هذه اللي عم بتصير وطيرتها تزيد يعني ما بدك تطلب منه شيء الأساسا أن احنا منعرف إذا عنده صواريخ إذا عنده صواريخ مخبية بجنين أو بلابلوس أو بضف أو بأي مناطق أخرى ولو صواريخ بتوصل 2 كيلو متر بتقرب الدنيا لماذا قادرين أو قادر المقاومة الفلسطينية المجتمعة أن تحقق انتصارات أكثر يعني بالصراع بمعادلة الصراع حاليا ليش هل هو حلم حلا هو إذا بدك بالضف الغربية أهم أرار أهم أرار وقف التنسيق الأمن هذا وقف التنسيق الأمن يعمي الإسرائيليين لأنه الآن الإسرائيليين ما عندهم مشكلة أي حارس بيصير يا أمن بجبل نياب بجبل نياب بجبل نياب بجبل نياب منصر لسنوات القصة هيك أي واحد بيعمل عملية يروحهم مع لشي يعني الفلسطينيين عم يحكوها مش رحنا عم نحكيها يعني هلأ إذا توقف التنسيق الأمني أما أنا الأواني يتوقف أليست فرصة هو طلب محمد ضايف هالشي هذا أنا مش عميحكيك عن قرار الرئيس عباس وقف التنسيق الأمني الرئيس عباس صعب يقو ذلك لكن التنسيق أن أمني بدي يقف من تحت أي فرضه بطريقة أخرى لا من تحت يعني مش من فوق من فوق بظل إلهم أنا عم نسي وجمعاتهم مش عم ينسوا يعني حتى هذا ممتاز إذا صار يعني ممتاز وبيعمل إسرائيل يعني وفات ترت بكرة واحد عمل عملية على الأقل ميسى الموت ميسى الموت عم نفتش لك علي بعد ما لقين بكرة من لقي بعد ما لقين بتبلش من هون توصل لقرار وعلني بوقف التنسيق الأمني فيما بعد الكبير يمكن يصير بكرة بعد بكرة ضافت عرف يعني يمكن يصير في ضغط سياسي كبير فلسطيني وخاصة من حركة فتح يعني ننسى أنه حركة فتح قصب منها شهداء لقصة شاركوا بالانتفاضة وعملوا عمليات عسكرية نعم والإسرائيلي لقطوا منهم كما أنه إحدى العمليات اللي صارت بالضفة الغربية قام فيها عنصر بالأمن الوطني يعني كمان يعني بدك تشوفها الشعب كمان عنده ظروفه يعني هل الظروف الدولية مؤاتي وتخدم الفلسطينيين حاليا حلوها السؤال تخدم ومؤاتي مظبوط كمان زكاء آخر للمقاومة الفلسطينية طبعا اليوم كل العالم عين على أوكرانيا وبيلا على بحر الصين الجنوبي وطايوان هذا العالم بكل يعني بشكل عام مرتحين هون وأزمة الطاقة أزمة الاقتصادية وطريق وطريق الطاقة وحرب طريق الحزام والحدود والطريق اللي ما بعرف هذا ركتبت عنه هذا اللي عمله جيك سوليفان مع الانجليز ردا على الحزام والطريق يعني 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 عم تنقل من مومبي بوبي بالهند يعني مرفق على محيط الهند مومبي عم تنقلون عدو باي سوليفان كيلومتر طيب أوكي شو عملت هل بجيبهم من دبي على حيفا هاي القصة كلها أول شي أول شي وستونا عدو باي عملت حساسية للسعودية السعودية ما بدي يون عدو باي لمعلوماتك وهذا نشروا بعض واضحة نعم المتابع بيعرف هيدا تاني شي بدك تمرو السعودية على الأردن الأردن كل شي بسعره بده بده بلاش لصي بدك تمرعه بالضفة الغربية ما شاء الله يعني وتوصلوا على حيفا يتفضل مرعه هاي حيفا تفضل مرعه إذا فيك تمرعه إذا فيك تحفر إذا فيك كذا بتكون بمشكل بتصير بمشكل تاني نعم يعني هذا المشروع هو مشروع على الخريطة وعلى الوراء ولن يكتب له النجاح لأنه ما في عنده التقرار هذا مشروع يتجاوز دول وزنة مثل باكستان إيران تركيا مش هيك به السهل عبتتجاوز نهو كله نتحك على العالم أنه والله طلعنا لهنيك أنه والله عملنا طريق الهند ومثل لهون نعم يعني الصدمة لم تكن فقط في فلسطين المحتلل الإسرائيلي أيضا صدمة على صعيد الملفات السياسية الجيوكولاتيكس يعني بارح رجعنا أنه لا فلسطين والجبهة مش محسومة ولا هناك هدوء ولا رواء إذا أنتو فقط عم بتفكروا بأوكرانيا وبيغيرها من الموضوع اليوم اليوم الكلام يعني بكتو توصلني للمحالة تطبيع وطبعت مع السودان وطبع مع حميدتي وطبع مع برهان يعني واثنين عم بشأنقوا بعضهم وطبع مع المغرب وطبع مع البحرين وبعض مش نطبع مع مصر ومع الأردن اللي هي وفيه اتفائيات فيه اتفائيات مش نطبع معهم شو عم بتقول إبراهيم ونبي إبراهيم جبت النبي إبراهيم من الكتب السماوية وصدته على لا هذا شو عم بتحكوا عمين يعني وين إبراهيم تفضل هؤلاء مش أحفاد إبراهيم اللي فاتوا من غزة على المستوطنات نعم الظروف الدولية كما تفضلت وذكرت والإقليمية مؤاتية وتسمح للفلسطيني التقدم أكثر برأيك كمنطق عسكر برجع بشدد منطق وليس أمنيات قديش قادرين الفلسطينيين حاليا هيك يتقدموا بعد لكن الفلسطيني هلأ عمل ضربته مطلوب منه الصمود هو عارف أنه قديش فيه يصمم وقدي فيه الصمود وبيأثر على خلخلة الجبهة الداخلية بإسرائيل وضرب المعنويات بعد ما فتحوا مطار بن جوريوم بس يفتحوا مطار بن جوريوم العالم باتركوا تفل التاني شي أنه هذه الإمج الصورة العالمية إسرائيل بلد آمن ومستقر وفيها جيش وقوة أمنية أقوى شي بالعالم شرفوا على السياحة وشرفوا على الاستثمار مين بعد ما يجي يستثمر بإسرائيل خلال ساعة بيحتل صرحة من السلطانات وقرأنا عن الهجرة المعاكسة طول بي لك هناك قذائف نزل بتل أبيب مبارح نزلت وحدة وشفنا أنه نجرح أربعة وشفنا الحراية بقل بتل أبيب اليوم إذا عم ينزل على قذائف وعن بيجي البورصة نزلت أربعة بالمئة أربعة بالمئة رقم كبير انتبهها لعظة أن البورصات تنزل سفر فاصلي فواصل أربعة بالمئة رقم رقم يعني يعتد به مين بتجي استثمر دعا بتجيب المستثمرين بتاعوا لهون استثمروا لا في مناخ استثمار ولا في مناخ سياحة ولا في استقرام وفكرة إنشاء الكيان وقوته هو بتأمين دولي آمن لهؤلاء للاستثمار والعيش عندما يتحول العكس وتصبح الهجرة معاكسي نتيجة هذه العمليات قديش بتنضرب هذه الصورة بسرعة عميد يعني عندك الإسرائيليين المجتمع الإسرائيلي حاليا أربع بلوكات بلوك الحريدين المتعصبين بين غفير وثموتريتش وهاو بلوك الصهيوني بلوك العلماني البلوك العربي نعم هو الأربع البلوك العربي ما بيفوتوه ع الجيش البلوك الحريدين ما بيفوت ع الجيش صفق كل الشغل على الصهيوني وع العلماني نعم الصهيوني عم يتراجع لأن الحريدين عم يقب منه بالتكاثر العددي وبالعقيدة الدينية بيبقى فيها العلماني اللي هو موجود بالجيش وموجود بالدولة وموجود بالمصانع وموجود بالاستثمار وموجود بالفرق الرياضية هذا العلماني مش طيب هيدا ما بقى له محل بإسرائيل هذا بيفوت على الجيش على أساس الجيش متفوق وأي عملية بيعملها بطرف يعني فاتوا على لبنان بقى لك فتنا وصلنا على لقلوق وعلى موارثوان ورجعنا وفتنا واحتلينا هلأ هالطرف راح صار فيه قتال جدي وحقيقي وفيه خسائر وفيه لذلك البلوك العلماني هذا اللي بدي يفل وهذا اللي بدي يهز إسرائيل وأغلب البلوك العلماني جاي من الغرب مش جاي من المغرب أو من مصر أو من ليبيا أو من من الدول الشرقية يعني جاي من الغرب من أوروبا ومن أمريكا بقول له ومع زمن معه جنسيات بس في البلوك العلماني انتهت إسرائيل ما بقى فيها يعني أنت توافق ما نقرأ ونسمع أنه أسباب وجود هذا الكيان تزول يوما بعد يوم يعني أنا بس بدي شغلي الفت نظر صديقنا وحبيبنا الدكتور عباس اسماعيل يعني هو من أهم خبراء الإسرائيل في لبنان والعالم العربي عمل دراسة منذ نحو شهرين كتب فيها عن الجيش الإسرائيلي إشي ما بتستغرب شو صار بالجيش الإسرائيلي عن الإهمال لوك فيه دباب انسرقت وراحت انبعت خرضة هيك مكتوب بالكتاب بس كل كتابه أو دراسة بتاع 220 صفحة بتمنى من الكل يطلوا علي اخدوا من مصادر إسرائيلية مش من رأس ولا من إسرائيل لبداني إذا قرأت الكتاب قبل تستغرب وتقول من خيال لا 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 أبدا كله مستند على مراجع إسرائيلية شفناها بارح كمان يعني مثلا الأكل للعسكر الإسرائيلي في مشكلة أكل ما عم يوصلون أكل منيح وحتى كمية نقصة ونوعية مش منيحة تجهيزات وضع سرئات بواريد وأسلحة هؤو موجودين وموثقين بدراسته بيع أسلحة نعم قرأنا عن هذه من ضمن من ضمن إشي كتير حتى بدراسته أنا بنوه بهذه الدراسة وبدعي الجميع لقراءتها هلا واللي أراها رجعها مرة تانية التراسة تؤكد يعني ما في أكل للجيش سرقت بواريد وإخيرا دبابة يعني ما دبابة كل الجوش بنسرق يعني ما في شاش في العالم إلا ما بصير فيه سرقات بس دبابة تروح تنباع بالكيلو يعني فساد من الضباط وقيدة ما بتستغرب كيف يفوتوا بالأطولة هذا اللواء اللي هو كان قائد الجبهة قيام قائد منطقة وشيلوه حطوه قائد العمل الاستراتيجي بالداخل الفلسطيني وكذا بيكمشوا وبيخدوه على أسير ما بتستغرب اللي بيقرأ أنا استغربت صراحة لأنني كنت قريت الدراسة وشفت شو قايل فيها الدراسة خلينا نحكي شوي عن الوضع باللبنان اليوم من الصبح تجددت الاشتباكات أنت قالت أنه هيدا رابط نزاع أنه هي أراضي أراضي لبنانية محتلة نحن نذكر بالمعنى السياسي بالمعنى السياسي طبعا ولكن باللبنان كمان عميد في هناك ناس عم تقول أنه شو علاقتنا بعمل السير في فلسطين لاش دائما بدنا نربط حالنا ونحمل اللبنانيين فوق طاقتهم نحن عمنا أزمة اقتصادية كمان هيدا التصريحات لكن عم يسأل هاك يسأل بس يسوى يعرف أنه أي عمل حتقوم فيه مقاومة هو عمل دفاع عن لبنان نعم مش عمل طورية لبنان نعم تبه مش عمل طورية طيب هلأ إذا فلتلوا الغارب للإسرائيلي روح شغل ما اللي بدك هي هونيك رح يتركك هون أنت تقول إذا خلص ماش رح يتركك ما رح يترك ماش رح يتركك لبناني سوري أردني مصري أبدا لأنه قسم كبير من أزماتك مسؤول عنه بطريقة أو بأخرى الإسرائيلي يعني موضوع الضغط على الاتحاد الأوروبي وعلى أمريكا مشان النازحين السوريين يضلوا بلبنان أملا منه أنه يصير فيه يعملوا بلبلة أمنية الإسرائيلي شو بدوا بالنازحين بدوا يعملوا له مشاكل أمنية بالبلد وإنه يبلش يعملوا ننشغل فيها عام يشتغلوا قلق بالجريمة وبعد شوي جريمة منظمة وبيطبح لأكتر من جريمة وجريمة منظمة بيطبح لتنظيمات إرهابية تخرب البلد على الأقل لأنه الإسرائيلي ومعه الأمريكي والأوروبي ما بيحب المواجهة المباشرة اللي حماس فضحته فيها هلأ بيحب أنه والله نعملنا مشكل بسوريا وعملوا مشاكل نعمل مشكل بالعراق وعملوا مشاكل وعملوا مشكل باليمن وبيعملوا مشاكل يعني بهمهم مشاكل الداخلية بتريحهم بتريحهم كتير نحن دخول هلأ لما تجي أنت عم بتدق رأس الأفعة اللي هو إسرائيل واتدخلت المقاومة صورتنا جدلا أنه أخدوا السبع مستوطنات وفاتوا وبدوا أن يفوتوا واتدخلت المقاومة بلبنان وبي سوريا مع أنت أنت عم بتدافع مش عم بتهاجم عم بتدافع السباقي على مصدحة لبنان هو وجود الكيان اللبناني ولكن نحن بوضع لبناني منقسم حاليا عميد على طول منقسم ولا مرة كان لا نبوت المخيل لبنان من 43 إلى هلأ ما كان في إجماع على المقاومة ولا كان في إجماع أبدا لا على المقاومة ولا على الجيش ولا على شيء ولكن هلأ الخطاب التحريدي عالي يعني يا خي كل أمره عالي شو باك كل أمره عالي يعني ما بعرف أنا من أنا أنا خدمت أربعين سنة الخطاب التحريدي عالي ما تستغرف شيء أبدا يعني ما في شيء جديد يعني هيك لبنان يعني لماذا لا يشكل ما حصل بالأمس في فلسطين واليوم على الأحدود مثلا أنه هيك إشارة أو هيك خلينا مش صدمة تذكر اللبنانيين كلهم أنه نحن بالوطن يمكن نختلف بالسياسة ولكن عدونا واضح من هو العدو ليش يا عميد خي اليوم أنت المقاربة هذي مش بزبوطها المقاربة الحقيقة أنه أنت بلد بدك تحافظ على استقرارك وعلى أمنك بعلاقاتك الداخلية والخارجية بدك تحافظ على الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية والحوار الوطني بالداخل وبدك تعمل التوازن تكون تحذر من التدخلات الإسرائيلية لأنه التدخلات قاتلة ومميتة وبدك تنتبه أنه الأزمة السورية مش أنه والله علقت بسوريا نمصد بلبنان علقت بسوريا بأثر الوضع على لبنان ما أمن سوريا من أمن لبنان بالمعنى بالمعنى الأكاديمية مش عم بيحكي بالمعنى السياسي ولما بيضطر بالأمن بلبنان سوريا بيصير عندها هاجس نفس الشي كمان يعني بتحكي أنت تشوف المصلحة الوطنية بتقارب كل شيء من خلال المصلحة الوطنية لك فترض هلأ أنه بالأيام العادي تذكر بأيام السبعين والتسعة والسطين والتسعة والتسعة والسابعين صار في مشكلة بين لبنان والسوريا حول الوجود الفلسطيني بقرار سوريا أغلاق الحدود مع لبنان قامت الأيام كلها فراح البلد فرط البلد كان بحدود وكل الشاحنات يومية بألاف الشاحنات بتروح على الخليج معنا إلا البحر صار في مفوضات فلسطيني محتلق سوريا لذلك نحن جغرافيا ما فينا استغني عن سوريا رقيتنا ومدخلنا على العروبي والله بقلك والله أنا بدي ضلنا منيح مع الإمارات يا خلال تطلع بالطيرة على الإمارات بس فيك تاخد عشر كاميونات على الإمارات بدك تبره بالسوريا وبالأردن كمان الأردن اللي دوره والمملكة العربية السعودية اللي دوره يكون علاقتك العربية المتوازنة مع الكلمة مش عمل لك مع واحد ضد واحد لما بيكون في محاور عربية كان الله يرحم الرئيس ساركيس كان في مشكل قمة بين عم القمة ما بين عم القمة كان يقولوا والله لبنان عيمين سوريا أو شي يعني أنه بتحضر بس ما بتفوت فريق يعني منطق يعني منطق ما فيك تقول يمكن لو أنا أنا شخصيا مفضل أن يكون بهال لو سلمنا أنه أنا مفضل يكون بهال محور بس كدولة عم بيكون أخذ مسافة المحافظة على الاستقرار العام بالبلاد عميد تجدد الاشتباكات دبابات الإسرائيلية عم تطلب قضاء في اتجاه مزرعة بسترة ومزرعة شبعة هلأ لا رجعك للنقطة اللي ذكرت ردوا على الأماكن اللي أطلق منا النيران هلأ رد المقاومة من لبنان كيف رح يكون هل ستستمر فقط هيك يعني حتى الرد الإسرائيلي مدفعية وصواريخ وانه أوليك ما يردوا لا طبعا ما فيهم ما يردوا أوليك الإسرائيلي ليش رد بنفس المكان أيضا ما وسع والعمر كان يوسع قواعد الاشتباك بعد وملتزم فيها انه طلع من هوا من رد لهون لأنه بس يوسع هاكي بده يفتح يفتح الجبهة والإسرائيلي هلأ خايفان من فتحة الجبهة خايفان من حماقة عسكرية تفتح الجبهة إذا فاتوا مثلا احتلوا اجتاحت وحدة إسرائيلية الأراضي اللبنانية بدخل المقاومة بدت اجتاحت الحرب إسرائيلي ما أنه بوارد يفتحها هلأ لأنه عنده مشكلة كبيرة مش عارف كيف يخلص منها لحد هلأ تأدير الوضع عنده مش واضح كم أتيل كم جريح كم أسير كيف صارت العملية نحن نجمع كل هذه المعلومات هذه من القراءات والمشاهدات حتى عملت تصور كيف بدأت العملية نعم وهلأ شو الوضع الحالي العسكري بس القيادة العسكرية الإسرائيلية مفروض هالشي اللي عم نحكين إحنا هيكون عندها نمبرح قبل الظهر بعدها شي بعد لا في شي مش الظاهر عنده يعني بعد هلأ خطة شو العمل شو العمل هلأ شو الهمل مش واضح عند الإسرائيلية اجتماع مجلس ووزراء مصغر اللي هو مفروض اجتماع بعد ساعة قرر بعد سبع ساعات شوي اتأخر خمسين دقيقة يعني كمان في شي ارباك في ارباك بالقيادة واضح نعم في ارباك بالقيادة خليني نروح لفاصل بعد الفاصل نتحدث هيك شوي بالأوضاع اللبنانية وبانتظار التطورات على الحدود عميد إذا فاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم مشاهدين الكرام عودي لمتابعة السياسة اليوم ومرحب بضيفي الخبير الاستراتيجي العميد دلياس فرحات عميد يعني كانت الويكند عادة نحن بالويكند هيك من هد الأمور نحكي بأمور يعني جمع بين اللبنانيين طبعا ما حصل بالأمس إيجابي جدا كسر هذه الصورة هيبة هيبة هذا الجيش الذي يعني العنصري في منطقة الشرق الأوسط وهذه الصور اللي شفناها والهروب لن تمحى من ذا كنت حتى الاسرائيليين كما كما تفضلت نحكي شوي عن عن القصف على الحدود لن تتمدد عن أمور أكثر يعني بدك الظروف الأقليمية والدولية بدك نحكي الهيبة الإسرائيلي انكسرت عام 2000 عندما تمكنت المقاومة اللبنانية من تحرير الأرض المحتلة أو القسم الأكبر من الأرض المحتلة من دون قيد ولا شرط وبانسحاب بإسرائيل يعني هذا كان أول إنجاز بالنوع وبتاريخ سراع العربي الإسرائيلي وهذا الإنجاز بعد 3-4 سنوات تحقق بغزة نعم كمان صار في إنسحاب وتفكيك مستوطنات بدون قيد أو شرط نعم هذا المثل بدأت تنكسر هيبة إسرائيل نعم لأجل إعادة هذه الهيبة شنت إسرائيل حرب 2006 طبعا هي بالشكل ردا على خطف ثلاث جنود إسرائيليين لكن تحول إستعادة لكن الخطة وخاصة ضربة جوية اللي صارت بدأ تحضير أشهر نعم مش دغري يعني عندهم خطط محضرة من قبل وفشل الهجوم 2006 وانضرب الردع الإسرائيلي وشفنا بالدول العربية قديش صار فيه شعبية للمقاومة بالأزهر باليمن بالسعودية وانما كان نعم أنه صار فيه شعبية للمقاومة وقدي ضرب هيبة الإسرائيلي اليوم مع الأسف نسيت الناس ورجعت إسرائيل لتقول أنه عندها هيبة أكتر من 400 غارة على سوريا نعم طبعا هؤلاء عطوها هيبة بشريقة أو بأخرى لأظهر لوضع السوري ووضع الإمكانات ووضع يعني الحروب الكونية اللي صارت على سوريا وعشرات مليارات الدولارات اللي انصرفت على تنظيم القاعدة وعلى داعش وعلى التنظيمات المشتقة كليةها نعم طبعا يعني رجع للهيبة إلى إسرائيل هلأ قضية على الهيبة كليا نعم هيبة إسرائيل انضربت كليا بغزة خلاص ما بقى فيك ترجعة لو بدك تفوت على غزة هلأ فيه جنرال احتياطي إسحاق بريك بيقول نعم أنه يسوي غزة على الأرض لكنه مشاهد الهروب رح تبقى موجودين لكنه ناسي إنه إذا بدي يحط غزة على الأرض حزب الله وإيران بيسوي إسرائيل كلها على الأرض يعني هذا جنرال إسرائيلي عم بيرد على نتنياهو نتنياهو بعدين الهروب والإليات الإسرائيلية والمفاجأ اللي صارت خلاص دخلت بالعقل الإسرائيلي لن تمح صح هيدا اللي نتحدث لن نجي إلى لبنان سيدة العميد نحن بحاجة إلى تكاتف إلى توحد علم أنه هناك إجماع من اللبنانيين أنه إسرائيل هي عضو ولكن ماذا لو تدحرجت الأمور أكثر من قبل الإسرائيلي يعني شو نحكي تدحرجت يعني صار في حرب طبعا صار في حرب بده يصير في حرب وعضاءنا تأجب بده ترقب ترتب إشي دمار في لبنان رح يصار أكيد لكن نحن فينا نتحمل دمار كبير كشعب يعني بيموت مننا ناس بيتدمر مؤسسات بس بيضل في ناس بيضل في بلد بس بإسرائيل ما بيقعد في لابلد ولا بيقعد في ناس كلهم دفلهم يعني هذا الفرق بيننا وبينهم أنه فرق أنه نحن نخسر بس بنبقى هن بيخسروا ما بيبقوا لأنه شي وجودي عندهم شي وجودي ومن هون إغلاق معبر إغلاق مطار بينجوريون لأنه كان منظر التهافت على المطار وركض على الطائرات تغرب الناس كان أبشع من منظر الهربانين من مستعمرات كيسوفيم وسيديروت يعني ما في المؤسس ما نضرب المطار ما نضرب لا قذيفة ولا شي حد المطار أبدا هن سكروه حتى ما العالم تهرم نعم مش أكتر من هك يعني لذلك لأنه منظر الهروف خطير جدا نعم الهيب الإسرائيلي نضربت وهل أن كانهم أبضيات يفتحوا المطار أه ألتغت كل الرحلات اللي كانت جاية المشكلة هي باللي بدو يغادر بس باللي بدو يدخل مش عم بلقي محل ومش عم بلقي مطار مش عم بلقي حتى الرحلات اللي جاية ألغية نعم 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 جوا كله بدو يغادر بس في ناس الآن يبرع هل تخلق لهم مشكلة في يفتح المطار خلي يفتح المطار وروح صور التهافط على الطيرات وعلى المغادرة يعني الرحلات خلاص نعم الطيران اللي جاية كان على مطار بينجورن كله التغى التغى هو اللي رايح على اساسي يعده جمعة برة ما عاش عارف ما بدو يعمل وهي دي مشكلة بتخلق لهم نياه كتير مع البورصة فتحت أربعة بالمئة مع مشاهد الدبابات اعترامنا الخبراء الاقتصادية بيعرفوا أكتر منها بس أربعة بالمئة رقم كبير ومخيف قديش هيدا خطير نحن نتحدث دائما عندما يكتب عميد حضا عن زوال الكيان الإسرائيلي قديش صار تقدم بهذه النقاط مشهد الهروب عن جد عن جد عميد بعدنا عم ناخده يعني كنت تشعرك أنك عم تشوف فيلم يعني وهربانين لكن هيدا دولة بين قوسين دولتهم خي دولة التي وعدوهم دولة محاطة بأعداء عادية كل اللي حولها هلا عامل اتفاق سلام مع مصر ما تشوف لي قداش كم مصر يفوت على اسرائيل أو كم اسرائيل يروح على مصر بنعدوا على الأصابع نعم شوف لي على الأردن يعني الأردن بس بدي يجي اسرائيلي على الأردن بيجي بقدم طلب بليقول مخابرات العسكرية على الجسر الملك حسين بيأخذوه من الجسر بيظلوا معه مرافقين بيعود يوم بيعوده بيعوده بيرجع يعني هيدا مش الزيارة هيدا هيدا مش مش طبيعة مش طبيعية بفوت على مطعم بيقولوا صح مطعم فيلم من هون أنا ما بقدم لك بروح على مطعم تاني بيضعبوه يعني كمان عملته مشكلة بالأردن وبمصر والضفة الغربية وبغزة يعني فيه عداء حالة نزاع وحرب واضح طب كيف بدك تقعد 70-80 سنة حرب وكفي حرب ما في كان أنه عملت مع البحرين يعني تفق أبرهام شو تأثير البحرين شو البحرين وحتى ما احترامنا للبحرين طبعا ولكن شو تأثير البحرين وللسودان وهذا ما أنه تطبيع هذا ما بيقل ما له علاقة نعم هو تطبيع يعني كان يهدف إلى تطبيع مع دول أخرى دول قوية دول فاعلة مش قوية طبع مع أنتو جيرانك بالأول اي بعدين بتحكير بتروح على بعيد على السودان خلينا نرجع على موضوع ذكرت نقطة مهمة جدا حاليا يجب أن تصمد المقاومة في فلسطين في مستوطنية غلاف غزة يعني لشو بحاجة مقومات صمود حاليا المقاومة يخيص لأ وزخيرة أو مساندة سلاح وزخيرة وتموين هؤلاء سهلين بوصلوا هلأ بدك تقدر تقدمهم مساندة نارية حتى تضرب القوى المهاجمة عليهم وتربكها وتربك صفوفها مؤمنة هاي دي لحد هلأ هم نسمع أنه في قصف مدفعي على القوى المهاجمة اذا طالت الحرب كلمة طول كلمة إسرائيل متفسخ من الداخل ما فيون ما فيون إذا طالت الحرب هل قدرة المقاومة تخف مثلا هذه المؤن والسلاح بحاجة لممويل ليس كالإسرائيل المويل أم إسرائيل تخسر أكثر طيب لك إذا لقل لك خلقنا افترض افترض طالت بعد شهر جمعتين ثلاثة رجل إسرائيل دخلت فرق مدرعات وطيران 35 وقصف وقربت بتقوم المقاومة من غزة تبعت مسيارات على سبع منصات استخراج نفط وغاز ما رح قالك بتغرقهم بتعطلهم وقادرة تعطلهم شو بيصير بإسرائيل تتوقف تعطلهم نعم النفط والغاز ضربت كل هيبتهم العالمية نعم بيعندك بدميات ناطرين الغاز الإسرائيلي اللي يسيلوه يبيعوه إلو زبائن من بيعه مدفوح يعني هذا كله بينضرب بيضربوه قادرة المقاومة تعطل العمل أنا بأكد لك قادرة تعطل العمل تدمير لا ما فيه أكد لك تعطل قادرين يعني قادرين طبعا والإسرائيلي بيعرف هذا طبعا وهذه نقطة خاصرة رخوة جدا نعم يعني فيه ورق قوة بعد كتير عندهم مه ما لا شي هلأ ميناء أسدود نعم هلأ ماشي يعني ما شو حتى ميناء حيفا ما نقوله عليها كم وحدة طيارة مسيرة على بواخر كمان بيوقف يعني ما يعني ما ما بقى في شي اليوم عم بتطلع طيارة مسيرة وتحطها فوق الكريملين يعني واجه أهم نظام دفاع جو ومبارع صالوخ نزل نزل بيتال أبيب هارف كيف صالوخ نزل بيتال أبيب ما فيه بتضرب مرفع حيفا بتسكر مرفع حيفا شو هاي شو وبدو ضرب منصات النفط الغاز في عندهم نقاط ضعف كتير خواصر رخوة كتير أيضا تحدثنا عن نقطة تدخل حماس من لبنان هل هيدا يعني ما بيعمل مشكل بلبنان هو شي لمعلوماتك ومعلومات العالم حماس منا موجودة بالمخيمات بشكل تنظيم واضح فيه إلى مؤيدين وإلى أكتر وإلى أتباع بس مش فيتين بمكاتب مثل بقية المنظمات حتى ما يفوتوا بنزاعات ومشيك سمعتلك شي مرة اشتباك بين حماس وبين حدا وبين كذا إلا أكتب شي ما له علاقة بالله من ذلك منا داخلي بمشكلة المخيمات باللبنان هذا نداء له طابع سياسي وأمني وأنه في عندنا ناس باللبنان قادرين يفتحوا جبها نعم بقلوا الإسرائيلي هاك ولكن كيف يعمل باللبنان هذا خلاف حول هذا المضوع كل العالم تعرف أنه حماس ما ستخرب الوضع الداخلي باللبنان وستعمل مشكلة إذا ردت من لبنان ورح تنفرد بالقرار بالجبهة أكيد ولا عندها قادرة تنفرد كله من خلال المقاومة نعم ننفرد بالمقاومة وهذه العمليات بدنا ننطر شو بده يصير الأنظار إلى ما يحصل في مستوطنات قطاع غزي سيعلن ستعلن حركة حماس عن عدد الأسرة وين الأسرة وكيف رح يكون حل كما تفضلت بالمئات حدا بغزي قال أنه الأسرة توزعوا بعد محاور أدي عددهم تفرق ما بعرف أدي عددهم بالضبط بس رح يعلنوا بعد ساعة بعد ساعة بعد تدخل إسرائيل بده تدروا إنه إذا بتتدخل من شان الأسرة بده بده يصير في قتلة كتير ومن الأسرة ومن اللي عم يتدخلوا نعم هلأ في قصة هدي هانيبعل بسموها من قصة سويدية إنه إذا رح لك مخطوف تلوه هو الخاطف هادي هادي في بعض الإسرائيليين دعوا لإله نعم في عندك درجة أولى مصر ودرجة تانية تركية هلأ عداش يأثره هلأ حماس عم تقول كلمة للميدان إنه طالما أنا وضع العسكري وصامد النح لش بدي فوق بمفوضر خليني بيقبل وقف طلاق نار الوضع مثل ما هو هلأ بيقبلوا فيه لأنه هذا معناه إعلان انتصار حركة حماس عم بتشيد بموقف الكويت الداعم للمقاومة الفلسطينية الدعم العربي مهم كمان ما بدنا نحكي حكينا كتير عن الدعم العربي بهكذا عملية ولكن قديش عن جد مهم بيكون هذا الدعم العربي لأنه اليوم بوجود البيانات الرمادية اللي عم تطلع من بعض الدول العربية يطلع بياننا الكويت شيء مهم جدا يعني وخاصة لحماس هذا البيان موضوع الأسرة والوسطات ما الثمن بيكون برأيك لا ظروف ما تسبح للعمل الوسطات يعني فقط أنت مستبعت حاليا فقط حكي عن وساطة حكي عن إمكانية وساطة بس بعد تحركت الوساطة لا ما تحركت ولكن في اتصالات بدأت بس تسمع وصل وفد مصري على غزة أو وفد مصري على إسرائيل أو وفد إسرائيلي على مصر ونبلش الوساطة لحد هلأ ما في من يحكي بيان الموضوع ولكن بدأت الاتصالات ولم تبدأ حتى الآن حتى الآن ما في اتصالات ما في اتصالات ناطرين المعركة أو على الأقل لم يعلن عن اتصالات لن أعرف إذا في اتصالات ما ما يخبرها بس أبلك لم يعلن عن أي اتصال ناطرين للميدان ميدان يعني هلأ أهمية المعركة غلاف غزة نعم ناطرين هلأ يعني أهمية ما يحصل هو السمود كما ذكرت للفلسطيني صحيح قادر الفلسطيني يكسر أكثر ما تبقى من هيدي الوقت لصالح الفلسطيني سموده لصالح فلسطيني مش لصالح الإسرائيلي نعم هل سيسمح للفلسطيني أن يحقق انتصارات أكثر ما ليش هذه الأسئلة لازم نسأله عميد هل سيسمح له يعني إذا حقق بعد انصار شو بقي من إسرائيل شاطر بالعربي يسمح في المضارع للمجهول من هو المجهول تبعك اللي بيسمح من هو المجهول جيد منك يعني ممكن من الدول التي لا تسند الفلسطيني ممكن من الأمريكي ممكن من كل الدول التي تقف مع إسرائيل يعني هلأ إذا ما سمحوا شو قادرين يعملوا بيعطوا مصاري لإسرائيل أكثر من هك لا يعني مع إسرائيل واجهش بالعالم واجهش بالمنطقة وفاير جلوبال جلوبال فاير هذا اللي بيصنف الدول بالعالم مصنفها تسع دولة بالعالم يعني 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 بيكيك مع روسيا والصين والهند ومع شو وبريطانيا عم بيحطها هون بهالمنطقة طبعا طب وشو بيعطوها بيعطوها مصاري أكيد أكيد حنسمع بهاليومين دعم معانات أمريكية وأوروبية إسرائيل مالية أكيد حنسمع يعني ولكن الصور بالأمس يعني ناقدت كل شيء على هذه بس أنه خي خدوا مصاري وحلوا عنها أكثر من هك ما فيه يعني شو ممكن يعطوهم ليش أكثر من هك عميد ما فيه مع أساس هن اللي بيعطوه الإسرائيلي بموضوع الأمن وموضوع هذا هو اللي بيقول لك أنا اللي بيعطيكه أنا بعمله أنا بيعطيك سلاح وبيع أمارك سلاح نعم أديش رح يكون ارتدادات فيه على كل هذا الفشل الاستخباراتي والأمني وكل شيء في الداخل الإسرائيلي هيبه وانكسرت هناك تعتيم إعلامي كبير جدا على وضع الجمهور الإسرائيلي ويتكرس بإغلاق مطار بن جوريون لأنه نحل وطلع تهافت على المطار وطلع له واحد لبره وحكي وقال أنا عندي شركة بدي سكرها وراحت البلد كله يعني ما فيه نيحمله هاي كلام الوضع موجود بس ما فيه نيحمله هاي كلام الوضع أنت تقول خلص صار أمر واقع ما فيه ما بقى بلد صالح للاستثمار وكل بلاش عمل لك الوقت لصالح الفلسطيني كل ما صمد الفلسطيني بالغلاف ومرة قزيفة على تل أبيب راح البلد بطل استقرار ولكن هيدا ما بيخلينا نتوقع رد إسرائيلي دموي كبير جدا نوعي بين قوسين فعلا لمحاولة استعادة الهيبة على الأقل طبعا 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 توقع بأنه وفيه حال كان هالرد كبير ونوعي ودموي بده يصير فيه رد من الشمال كبير ونوعي ودموي من لبنان من لبنان ومن سوريا كبير ما بتعرفين بتضفة مخبين شي كبير ما بعرف إذا مخبين شي بتضفة ما بعرف يعني أنا بس أنه تحس أنه تحرك تضفة بها السنة الماضية فيه شي بتحس موجود ما بعرف إذا موجود إذا عندهم شي تنظيم معين يتحرك أو إذا التحركات فردية تفلت بشكل كبير نعم ممكن تركنا للسؤال الأخير قوة وذكاء وتخطيط المقاومة الفلسطينية لعملية كهذه بعد أن ظن البعض أن حماس هيك ابتعدت وأنه الإسرائيلي مؤخرا كان يقتل القادة الفلسطينيين في منازلهم قديش كان قوي هذا التخطيط وذكي وبوقت والتوقيت الذي يعني أطلقوا في هذه العملية يعني التخطيط بيشمل تمويه تمويه التحركات يعني أي اجتماع تخطيطي بينعمل بمحل تاني بيكون بمحل تاني والتالت بيكون بمحل تالت لأنه بدك تحسب أنت عم تشتغل أنه في مين عم بيرقبك حتى لو واحد قائد وغير معلم بيضلوا أهلو يعرفوا أنه والله هذا أبد نمنيح وكذا وياك راح لان مالها فلان ايجيل عنده فلان بش بيروح لعند غير وشو بيروح على محل تاني وشو بيروح على قهوة وشو بيروح على مطعم يعني هذه تمويه التحركات هي جزء بأساسي ببلب مثل غزة للتخطيط هذا تمويه الأوامر عم تقول في 300 وفي 1101 هؤلاء بدك تبلغهم أنه يكونوا جهزين ودون يفوتوا هؤلاء جيت بتقلهم بدكون فوتوا بدكون فوتوا طبعا بتنتشر بغزة بس بتمل من العالم بلغهم من سنة تجي هلا بتقلهم بتاعوا الساعة 12 ونص بالليل وإحدي بتفوتوا بعد نص الليل يعني ناجح بكل المقيس طبعا العميد دالياس فرحات الخبير الاستراتيجي أشكرك جزيل الشكر يعطيك الفعافية مشاهدين الكرام شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء